السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم في قناتي اليوم رح اقدم لكم مصفة السنبوسة البفلم كرمشي او السنبوسة كيب حشوة انجبني انشان لا تجربوها وتعجبكم لا تشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم المقادير اللي رح احتاجها لوصفتي ثلاث كسات وربع طحين ربع كاسة زيت ذرة كاسة وربع مي دافية ملعكتين كبار نشا ملعكة كبيرة سكر نص معلكة صغيرة بكن بودر ورشة ملاح لتجهيز العجينة رح استخدم العجانة في البداية بضيف الطحين بوعاء العجانة ورح ضيف باك المقادير الجافة ملعكة بعد ما اضيفت المقادير الجافة بخلطهم شوية بعدها رح اضيف الزيت واشغل العجانة مشان يخلط الطحين مع الزيت وفيكم كمان تعجن العجينة على ايدكم في البداية بتخلطوا الزيت مع الطحين واخري شي من ضيف المية ملعكة عجينة لاحقا وتجهي ملعكة 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 أخرج ويضع على تjed pear ملعكة بتجه probiotكة بعد ما جهزت عندي العجينة هيك بيكون قوامة زي ما انتم شايفين ما شاء الله ملمسها كثير ناعم وبيجنن رح كورها بعملها بشكل كرة وراح حطها بوعاء وغطيها وخليها لمدة ساعة ترتاح المقادير اللي رح احتاجها للحشوة جبنة متسرلة وجبن بيضة وحبت البركة ولتجهيز الحشوة بضيفة جبن البيضة بوعاء وراح ضيف باك المقادير وخليتهم لتكون الحشوة جاهزة بعد ما ارتاحت العجينة لمدة ساعة رح افردها رشاة سطح الطالب شوية تطحية انو رح افرد العجينة بالشيوبك بشكل تكون ركيكة شوية مشين ما تعجن وقت الكلاه بعد ما فرضت العجينة بقطعها بقطعت السامبوساك فيكم تستطيع استخدموا اي كالب متوفر عندكم يكون شكله دائرة استخدموا اي فقط وكالب متوفر بالشيوبك�� وطريقة حشي السامبوسك بحط العجينة على القطاع المخصصة للسامبوسك وبحط فيها كمية من الحشو وبسكرها وبكيم العجينة اللي بتكون على الأطراف مشان يكون شكلها أحلى والقطعة اللي بجهزها بحطها بوعاء بكون راشي فيه شوي تطحين وفيكم كمان تحطوهم على فوتة مطبخ وراحكمل بنفس الطريقة لحد ما خلس كل الكمية الموجودة عندي بسامبوسك من ألذ المقبلات اللي بنكدمها على صفرتنا وفينا نحشيها بعدة حشوات مثل الجبني أو اللذة باللحمة أو بالخدار طعمها كثير طيب ومكرم شيء وما بتشرب زيت وقت الكلاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قسار قنقر مسجم المغلب 中 بسنية نكون حاطين فيها وراك الزبدة ومنحطهم بالفريزر لحد ما يتجمدوا وبعدها منحطهم في كياس صغيرة تكون مخصصة للتفريز ووقت ما بنحتاجهم من طولهم وبنكليهم لكالي السامبوسك حطيت كلاية فيها زيت درع على الغاز ولما نسخن الزيت تمنيح بضيف الكطع والزيت لازم يكون على حرارة عالية في البداية بعد ما حط الكطع بخفض الحرارة شوية لانه السامبوسك بسرعة بيحمر وراح اضيف على الكطع زيت في المعلكة زي ما انتم شايفين هون بالفيديو مشان الكطع تنفخ منيح وتطلعتو كروش وراح اكلبهم لحد ما ياخذوا لون حلو ويجهزوا شكرا هون عند السامبوسك بعد ما كاليتهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلهم بيشحي وطعمهم احلى وراح اكسم لكم كطعا مشان تشوفوها الوصف ناتحة 100% بنصحكم تجربوها شكرا ان شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم واذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وتحطوا كمان لايك وتعليق مشان اعرف رايكم بوصفتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته